اشتركوا في القناة اللي بيكونوا قدوة لغيرهم عشان نحييهم ونقدرهم ونشجحهم على العمل الخير كل يوم هيكون معانا نموذج مشرف هنتعرف على مجهوده ونقدره ونحييه على فكره ومبدأه صاحب الخير مع تامر شفت ادخال صفحة على الفيسبوك بتساعد ناس كتير عشان هي موجودة نية المساعدة نية المساعدة اللي هنتكلم عنها النهاردة هي حملة سوا في الخير سوا في الخير مش هنقول تفاصيل خليها نسمع من صاحبة التفاصيل أدمن جروب سوا في الخير هي راني عبد الرازي مسائل فل يا راني كله تمام رانيا سوا في الخير ابتدى امتا سوا في الخير ابتدى بالضبط من ساعتين ودي الساعة الثالثة ما شاء الله ساعتين والاهم من ده الالتزام وان انتم مكملين صحة بسي طيب فكرة مين والفكرة الاول ابتدت ان احنا كنا مجموعة صغيرة يعني انا وصاحبه دي بس عبارة ان احنا بندور على الملابس العديمة احنا كلنا في بيوتنا كمسطنين احنا عندنا ملابس تدين وهو عندنا ملابس ما بنصف عن العش سوا ادمن الزبرة علينا الحاجات دي كلها طب دينا ان احنا نجمع الحاجات دي موضعات ونزد ان احنا نزبطها ونقويها ننظفها يعني نعيد ساعتبها ونوصلها للناس يعني بطريقة بشكل كويس حيث انهم ما يفرحوا يفرحوا بيها في العيد الحاجات دي اول حاجة انت كلكم بنات بس احنا الاول كنا بنات بس بعد كده لما لقينا في شباب عندها فكرة وعندها نفس الطموح انها عايزين نشتغل معنا فخلص بقينا في سوا على خير بنات وسوا على خير ولاد بعد كده لما العدد كبر وزاد جدا فبقينا سوا على خير بس اوكي اجمعه مع بعض بس انتوا ولاد وبنات بتنزلوا مع بعض بتجيبوا اللبس وبتساعدوا اوكي اوكي طيب دي اول حاجة تاني حاجة بتجيبوا اللبس من كنتم اه في الاول خلص لما بقينا كان مننا دلوقتي بقينا لقلينا في ناس عايزة ترسلوا بنا اوه بقينا بالزرف بالزرف على البيوت بنخبط عليهم بنوارد عليهم الفكرة بباعتنا اه الاول الناس كان بس تتصغرفنا يعني بتتخطي بس لقلينا بقينا نشرح لهم الفكرة بالاكس بقصير رحبوا بينا جدا الناس عاوزة تشارك الناس عاوزة تعمل خير خاصة في رمضهم طبعا محدش بيقول لا يعني فعلا خير وفتون في امتي اليوم القيام فالناس كلها عاوزة تشارك وحابة تعمل خير وحابة تاخد زواج ففعلا بقى بندقي كميات كثير من الناس عاوزة تشارك معنا والناس اللي كانت معنا بتاتت معنا من سنة وزنين يعني بقى معهم ارقامنا وبتواصل معهم على مدار السنة وبقى هم اللي يتحدمون هم اللي يتطلبون ان هم عايزين نشارك ما بيناش احنا اللي يروح لهم طيب اللبس بقى بيتنظف وبتغسل وبتكوي فين اللبس احنا الاول كنا احنا امهاتنا واحنا في البيت اللي بنقوم بالموضوع طيب ان احنا اللي ننظفوا ونسيوا ونتعيسوا للوقت لما المجبوعة زادت او العدد كبير الكميات بترفق بقى فيه مغسلة او مجواجي او مجبوعة كبيرة بنوديلهم الحاجات دي يعني الاول كنا بنلمع من بعض ونديلوا الفلوس دي بعد كده هم بقوا لما هارفوا ان الحاجات دي يهي الخير فبقوا يتبرعوا بمجبوضهم ويقعبهم بجد والله كمان المغسلة ما تاخدش فلوس لا ما تاخدش فلوس ولا المكواجي بياخد فلوس ايه ده يعني كل واحد بيعمل الخير من خلال الشغل بتاوي طب وانتو بتوصلوا اللبس بقى للناس المحتاجة على اساس ايه يا راني بتعرفوا منين الناس دي محتاجة لبس احنا بننزل الشوارع نشوف يعني في المناطق العشوائية بالزد تمام يعني سايدة زينب شبرة المناطق اللي أنا عمرانية طب واحد جيجا مناطق دي ميبقى مغروف فيها الناس اللي هي التكنقى العشوائيات كلها احنا من خلال وخلال الموضوع ما لاش بننزل احنا عشان بقلنا كثير في المناطق فخلاص بقى عارفنا ايه ايه اللي محنا يتزين مش محتاجه متريننا يوم على مدار السن اه انت خاص بقى عندك زي بتقولي ايه زبونك في الخير يعني انت عارفة ان الشخص ده محتاج فانت كل وقت بتأمنيه في اللبس بذبط كتا هل الجروب بتاعك يا رانيا هل مسلا فيه جزء مسئول ان هو يجيب اللبس فيه جزء مسئول ان هو يوديه يتنظف فيه جزء تاني مسئول ان هو ينزل يوزعه ولا انتو بتعملوا الانشطة دي كلها كلكم مع بعض لانا بنعمل كل حاجة اه رانيا انتو كم واحد احنا حوالي يعني 25 و 21 و سبتين اه سبتين ممكن دينزيد رانيا انتو كلكم في كلية الطب انا سيبها في الاخر دي ما كنتش عايز اقول المعلومة ان انتو لسه بتدريس انا سيبها عشان اختب بيها يعني اه الاغلبية عندنا طب في معانا ناس حابة تشارك من كل يات مختلفة اكيد مش هلول لها لأ و دين معانا مش طويت مختلفة اه لا بتكلكم بتدريسوا قصدي يعني اه كل دينا بكلنا طلبة كلكم طلبة اه محدش في الجامعة دعمكم و مفيش اي نوع من انواع التكريم اي شي مفيش اي حاجة اول حد دلوقتي لأكل الفكرة كلها الحملة بالهاية مع المجهودات الشخصية طب النهاردة بقى في برنامجنا احنا بنقول سوا في الخير من اهم و اجمل المبادرات اللي احنا سمعنا عنها عشان هو فكر طلابي انه يساعد غيره في وقت انه هو مش مسؤول غير انه هو يذاكر وينجح ده فكر يحترم ولا انت رأيك ايه اكيد طبعا احنا بنقول الفكرة دي علشان تبقى قدوا لدي الشباب يعني كل واحد يقدر يعمل خير في المجال بتاعه وخارج المجال بتاعه ولا عايز يعمل حاجة بيعمل حد يقدر يعملها فعلا ما بيهموش سوا طالب او اتخرج او سدير او سوايا صح رأي انا بشكرك جدا 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 واشكرولي كل اعضاء سوا في الخير الـ 25 طالب ويعني باذن الله نتقابل كلنا ورأي اكيد ان شاء الله طلاب بيدرسوا وبينزلوا يجمعوا لبس يروح يغسلوه ينظفوه ينزل يدوره على مين محتاج يديله اللبس كل ده وهو بيذاكر عايش حياته يعني تخيل مش فقط انه هو بني ادم عارف في سيستم حياته لا ده بني ادم لسه مش عارفه هيعمل ايه في حياته وحس ان لا المجتمع ده ليه مسؤولية جاهه طلاب فقروا في ده كل التحية لسوا في الخير